السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد كيما كتشوفوا معايا اليوما نقترح عليكم تحلية رمضانية منعيشة كيما كتعرفوا بأنه دبا فصل الرابع وقت ديال البرتقال فاغا نستغلوا هاد الوقت هدا ونعدلوا به تحلية كيما كتشوفوا معايا نعدل بجوش الطبقات الطبقة الأولى بالفاني الطبقة التانية كيما كتشوفوا بالبرتقال فكتجي كريمية البنت كيما كتشوفوا ما كتجي شي عاقدة بزيف وديك الماداق ديال الفاني مع البرتقال كيجيوا مواتين وكتجي فيها واحد البنة رائعة أكيد إلا جربتها غاتعجبكم هانتم كيما كتشوفوا عملت الطبقة الأولى بالحليب والفاني والطبقة التانية عملتها بعصير البرتقال كنتمنى أنكم تجربوها وأكيد غاتعجبكم وغاتعجبوا ليداتكم أول حاجة غنقترح عليكم المقادر تابعوا معايا الفيديو تان آخر بشوفوا المكونات وطريقة التحضير بالنسبة للمكونات كيما كتشوفوا معايا بالنسبة للطبقة الأولى هانستعمل هنايا كاس ديال الحليب أو لربع لتر ديال الحليب بالنسبة للكيميا كتبقى على حسب أفراد الأسرة أنا استعملت هنايا ربع لتر ديال الحليب كاس ديال السكر العادي سكر الخاشين وهنايا نسم بالفاني وعندي هنايا ملحقة كبيرة ديال كريم بودرة كريم باتيسير مل أحسن يعني كتكون النكهة ديال أحسن من الناشا بالنسبة للطبقة الثانية عندي هنايا كاس كبير ديال عصير البرتقال كذلك ملعقة ديال السكر وملعقة ديال بودرة كريم باتيسير مل أحسن كيما قلت لكم فالناشا كيخلي واحد المذاق يعني باين في التحلية وخاء أنكم كتنسموها بالفاني أولا شي حاجة فكتبقى بودرة ديال كريم باتيسير أحسن مهم على حسب الدوقة ديالكم فأنا غنستعمل هنايا الحليب كيما قلت لكم وبالنسبة للبرتقال بالنسبة للسكر إلا كان عندكم البرتقال يعني حلو ما كانش لاش تزيدوا يعني السكر وإلا كان عندكم العصير ديال برتقال شوية حامض يعني على حسب الدوقة ديال لكم تزيدوا السكر يا إما ملعقة يا إما جوج كيما قلت لكم فأنا ما كتعجبني شي الحلوة بزيف فغنستعمل هنايا ملعقة وحدة ديال السكر سوف يمبعض غنجيب كسرونة غنعمل فيها الحليب كيما شوثوا معيا وديك السكر وغنضيف بودرة كريم باتيسير وغنخلط كل شي كيما كتشوفوا عاد نعدلوا على العافية تكون مهيلة يعني ضروري هاد العملية تتحركوا مزيين ديك المكونات في الحليب عاد تعدلوا على العافية بالنسبة كيما كتشوفوا ونعدلوا على العافية يعني مهيلة مع التحريك المستمر ما نوقفوش يدنا باش ما تعقدش ديك يعني التحلية ديالنا هنتو كيما كتشوفوا يعني ما نخلوها شي تتعقد مزيين خلوها غير تحسوا بها بأنها كتبدا تعقد سوفي غنحيدوها على النار ونخلوها شوية دفا عاد نوضعوها في كؤوس ديال التقديم عادوا ما كيما كتشوفوا فغنخلو ديك يعني ديك طبقة الأولى حتى التفا شوية نخليها هنا يعلى دك حتى التفا شوية عاد ندخل لنا من الثلاجة من الأحسن غتخلو حتى تجمد هاد الطبقة الأولى عاد يمكنكم تتعدلوا الطبقة الثانية فانا ديك الشي اللي غنعمل نخليها جوش تساعات فكيما قلت لكم هنا يا هادا التحلية ما كتشي عاقدة بزال فنخليها غير تشبار فرا شوية من بعد غنطف عليها الطبقة الثانية صافيا البنات من بعد ما دخلت ديك التحلية ديالي من الثلاجة تبرد شوية فانا سأخليتها كيما قل لكم جوش تساعات عاد جيت نوجي الطبقة الثانية غنحدل ديك كاسد ديال العاصير البورتوكار وكاسورمان بعد غنزيد عليه السكر وبدرة كريم باتيسير كيما كتشوفو سافيا غنخلط كل شي كيما نفس طريقة اللي عملنا قبل فغنخلط مزيان غنعدل على العافية تكون مهيلة سنحس بانا الخالي تبدكي عقاد شوية صافيا من بعد غنغنضيفون التحلية ديالي كيما كتشوفو هانتو مالبنات كيما كتشوفوه فهد التحلية اللي بنات كيما قلت لكم كتجي لديه ده بزاف كتجي كريمية وفنفس الوقت كيما قلت لكم الوقت ديال نستغلو هاد الوقت ديال البرتقال عصر البرتقال فكتجي تحلية ساهلة بزاف والديه ده كيما كتشوفو بان كاس ديال الحليب وكاس ديال العاصير قططنا هنه يجد ثلاثة ديال كيسان ديال التحلية سافي البنات نفس الشي هنخليهم حتي يدفعوا شوية عاد ندخلهم التلاج هنخليهم هنا يا ثلاثة جسعة سحتان ثلاثة سافي من بعد ما بردت التحلية ديالي انا وجدتها في الصباح دا بهات الليل الزينته هنا يغرب قطع ديال البرتقال كيما كتشوفو كيما كتشوفو حتى المنظر ديالو كيجي رائع كيما كتشوفو حتى المنظر ديالو كيجي رائع كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم وما تنساوش هالبنات اللي اول مرة كتشوف القناة عبر هاد الفيديو انها تخليلي لايك وتشترك في القناة وتفعل ذيك الجرس بش توصل بكل فيديو هات اللي كننزل في القناة كنتمنى انكم استفتوا من هاد الفيديو ومع السلامة نتلقى في فيديو جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة